السلام عليكم يا شباب. قبل كل شي اضغط لايك للفيديو. اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة فاحزر الجرس. اليوم جاب لكم طريقة فك الضغط عن الملفات الرار او الزيب. الملفات المضغوطة كيف تفك الضغط على الايفون. الطريقة جدا سهل راح بشرح لك. بدون تطبيقات وراح بشرح لك عن طريق تطبيق. طبعا الطريقة الاول هو عن طريق بدون تطبيقات. جدا سهل تروح تفتح ملفاتي. بعد ما تفتح ملفات تروح لمسار الملف المضغوط. مثل ما تشوفون عندي ملف بصيغة زيب. هذا الملف اللي بصيغة زيب. اذا تضغط ضغط مطولة. راح بتحصل هنا فك الضغط. شوفوا. لاحظوا. فك الضغط. تضغط عليها وراح يستخرج الملف. اما اذا كان عندك ملف رار نصب شوف بهذا الطريقة ملف مضغوط بسيغة او تنسيق رار شوفو لتضغط عليها ما بتحصل فك الضغط ما في فك الضغط شوفو ما في فك الضغط ليش لان البرنامج الفك الضغط اللي موجود على نظام ايو اس ما يدعم ملفات الرار بس يدعم ملفات الزيب شوفو لاحظوا لما تضغط على الزيب راح بتحصل هنا ففك الضغط شوفو كيف اذا كان عندك ملف رار كيف تفك الضغط هذا الطريقة جدا سير نروح للطريقة الثانية لفك الضغط لجميع الملفات رار او زيب عن طريق برنامج ادخل الديسكريبشن وحمل هذا البرنامج رابط تحميل هذا البرنامج في الديسكريبشن هذا البرنامج يدعم جميع الملفات زيب ورار وغيره بعد ما تفتح البرنامج بيعطيك بهذا الواجهة تحطي الصلاحية اللازمة حتى يفتح لك الملفات في جهازك بعد ما تفتح الصلاحية اللازمة لحين تروح لمسار الملف اللي موجود ملفات الملفات الخاص بك هني بتحصل الملفات الخاص بك اوكي لحين روح لمسار الملف الخاص بك هني بتحصل زيب او رار اوكي اذا تضغط على الرار شوفو او 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 انا يعني تضغط حيات ضغطه اوكي بتحصل هنا اكستراكت شوفو اكستراكت راح يستخرج لتضغط على اكستراكت راح يستخرج الملف انتظر ثواني لان ما يقوم بفق الضغط على الملف واستخراج شوفو تم استخراج فك الضغط اوكي الآن طبعا نرى نروح للملف الثاني أيضا الزيب نفس الطريقة تضغط علىها تضغط على إكستراكت ويستخرج الملف هذا هو طريقة استخراج الملفات فقط ضغط على الملفات الرار والزيب على الآيفون باستخدام برنامج أو بدون تطبيقات طبعا الطريقة الأولة اللي هو بدون تطبيقات فقط ضغط بدون تطبيقات بس يعني مقيد يعني ما تقدر تفقد ضغط على الملفات الرار بس الملفات الزيب أما الطريقة الثانية هو باستخدام هذا البرنامج يدعم جميع الملفات منها الرار وزيب وبس هذا هو المنقطع مع السلام